مرحبا كيفكن يا حلوين؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير اليوم وصفتنا غير لأنه راح نعمل مربة كتير طيب ونقلز أنواع المربة يلي كتير مظلوم وقليل الناس تعمله يلي هو مربة البرتقال بأشور البرتقال يلي كله فائدة وفيتامينات راح أعلمكن يا بطريقة كتير سهلة وناشحة 100% وقت تاكلوها المربة أكيد راح تحسوا حالكم كأنكم عم تاكلوا برتقالة طبيعية مو مربة برتقال فبتستنكوا بنكهة الفاكهة مثل ما هي مثلا مربة المشمش أو الفريز ممكن تاكلوه نكهة الفريز والمشمش وتكون خفيفة فيه أما مربة البرتقال فنكهة البرتقال كتير واضحة فيه وهذا المربة فيكن تعملوا منه أطيب عصير طبيعي وممكن تعملوا فيه كتير من أكلات الحلو وهلأ راح تركوهم مع الوصفة بالبداية هون عندي برتقال مغسلته من برة راح نبالش نقشر البرتقال فرح نشيل أشر البرتقال من فوق ومن تحت من بعد راح نقشره بهالشكل متل مو شايفين ومنحاول نقشر البرتقالة منيح ونشيل كل شيء أبيض منه هاد الاشر أبيض متل مو شايفين هلأ وانا عم شيله ما بد نيام شان ما يمرمر مربة البرتقال اذا خليته متل مو شايفين هيك البرتقالة لازم تطلع ما فيه أبدا نشير أبيض فكن تأشر البرتقال بهاي الطريقة الطريقة التانية منشيل طرف من فوق ومن تحت وبعد من عمل حزوذ عليها هاي الطريقة أسهل بالنسبة إلي ومن بعد راح نقطع حزوذ البرتقال ونحاول نطلع كل شيء أبيض منه ونشيل الاشر يلي عليها متل مو شايفين يعني لازم نترك بس لب البرتقال شان هاي الأشور ما تضل بمرب البرتقال وتطلعوا انتو عم تاكلوا متل ما شايفين هاي قطعتها شكل حزوذ التانية بكل بساطة وبالثكينة بتحزو الحز وبتطلعوها بنسبة للأشورية اللي طلعناها بنحاول نشيل من عاشر البرتقال كل شيء أشر أبيض ومن بعد ما نشيل الأشور الأبيض قد ما منقدر منقطع أشور البرتقال متل ما شايفين شرائح رفيعة هاي من بعد ما طلعت حزوذ البرتقال كله وشلت من القشر الأبيض وقطعت كل شيء أشر برتقال طلع عندي من بعد ما شلت من عنه القشر الأبيض هون رح أبشر برتقالتين بس فوق البرتقال وبحاول أبشر بس القشر البرتقالية لبرة وما بقرب أبدا على الأبيض وهذا البرش بحب حطه لحتى يعزز النكهة لأن القشرية اللي قطعناها رح نغلي ورح تخيف نكهته لهيك بحب خلي بس برتقالتين ما بشورين بدون غالي هيك بعزز النكهة وبتبرز نكهة البرتقال اكتر بالنسبة للقشر يلي قطعنا رح نغليه بماء مرتين يعني منغليه اول مرة ومنكبه الماء ومنغليه مرة تانية وهي الحركة كتير ضرورية لحتى يروح المرار من القشر على الاخير لهيك لازمه ضروري كتير انكن تغلوه مرتين وهلا رح دين وزن البرتقال مع 10 البرتقال يلي غليناه طلع عندي كيلو 400 جرام رح نضيفه عليهم سكر من الكيلو للكيلو 400 حسب الرغبة انا ضفت كيلو 200 جرام وطلع حلاوته ممتازة هلا رح نرك السكر مع البرتقال كتير منيح وبتركه منقعين مع بعض لمدة 6 ساعات اقل شي لحتى تطلع البرتقال كل المية اللي بقلبه وهي من بعد 6 ساعات متل مو شايفين كيف البرتقال تطلع كل ميته هلا صار فينا نشغل عليه النار ونضيف معه 4 مالئ طعام من الليمون او 4 مالئ اصغيرة من ملح الليمون لحتى نحافظ على مربة وما يخرب وما يسكر معكن رح حركوا منيح مع بعض بتركهم عنارة عالية لحتى يغلوا وبس يبلشوا غليان نتركهم لمدة ساعة بس عنارة هادية كتير وبس تطلع هاي الرغبة البيضة ضروري كتير انقطشلوه من المربة لحتى تقدروا تحتفظوا بالمربة لمدة اطول لانه هاي الرغبة بتخرب المربة وهي المربة من بعد ما غليته ساعة منيح حتى نختبره اخدت معلاء او حطاته بصحن وبعدها انتركتها لحتى تبرد مثل مو شايفين قوامه سميك وهيك بيكون جاز عنا رح اترك المربة لحتى يبرد تماما ومن بعد ما نصبه بالأطراميزات وهي المربة من بعد ما برد تماما مثل مو شايفين كيف صار قوامه سميك وزقيل هاد هو الشكل النهائي بتمنكن عجبكم الفيديو واستفدتو جربوا مربة البرتقال بطريقتي لانه منقلزوا اطيب انواع المربيات اللي عن جد بتستنكوا بنكهة الفاكهة كطعمة وكريحة كلون والاضافة لانه كتير مغزة وفيكن تعملوا منه اطيب عصير برتقال ومنستخدمه بكتير اكلات حلو مثل مبروشة البرتقال او كيكة البرتقال وغير عانه على الفطور ما في اطيب منه ونكهته منعشه وغريبة كتير واكيد كتير غني بفيتامين سي وخصوصي انه عم تاكلوا مربة البرتقال باشور البرتقال فالحيك رح تاخدوا كل فوائد ونكهة البرتقال من الاشور بما انه هالمربة كتير طيب وقالي للناس تعملوا فانا كمان على القناة عاملة من قبل مربة كمان غريب ولذيذ وقالي للناس تعملوا يلي هو مربة الورد الجوري رح احط لكم بصندوق الوصف رابط الفيديو ولا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي بنزله باي باي